أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند عندنا كم موضوع مهم جدا في الفقرة دي عايزيني بروزهم وفي نفس الوقت كمان بما أنها فقرة تريند تريند فالموضوعات اللي نتكلم فيها كانت هي تريند في الساعات الأخيرة من خلال صفحات السوشيال ميديا أول حاجة يمكن الصدفة مبارح خلتنا كلنا نشوف إزاي أن روح الفلينة الحمرة والانتصار في دقيقة التسعين هو مش كلام إنشاء أو هو مش كلام بيتقال كده لفض مجالس لا ده التاريخ كله بيقول كده وبعدين الأمر مش متعلق بالكرة بس لا ده كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطيرة كل الألعاب في النادي الأهلي الناس اللي بتلعب في الاهلي واللي بترتدي تي شيرت النادي الأهلي تحس إن هي جينات ورصية الكل بيتورصها عبر الأجيال عشان جدا دايماً تسمع فيه كلمة سابتة كده بنقول لك موروصات إيه هي الموروصات؟ إن أنت ما تبقاش عندك يقين ولا متأكد وإنت بتلعب الأهلي إنك هتكسب الأهلي إلا لما مش الحكم يصفر إلا لما يكون الفرقة في الأوتوبيس أو الأوتوبيس كمان تحرك ده ينطبق مبارح على مباراة كأس الربطة الأهلي مبارح بيلعب بفرق الشباب قطاع الناشئين مولد 2001 و2003 بتتكلم في براعم وسن صغير ما بين حوالي مثلاً عشرين سنة، 18 سنة، 17 سنة والكل بلا استثناء أنت ممكن تقول مثلاً في محمد محمود ومحمد محمود مش كبير ده محمد محمود هو 21 سنة يعني صغير برضو فيه عندك حسام حسن فيه عمار حمدي لكن تمال لعيبة من حراسة المرمة في كل المراكز كلهم أشبال قطاع الناشئين في الأهلي كمان تبص على الدكة كل التغيرات أشبال لكن في الديئة التسعين خدوا بالكو في الديئة التسعين واللي بيعمل ركلة الجزاء أو ضربة الجزاء مين؟ حسام حسن اللي لسه منضم للأهلي رغم أنه لسه منضم للأهلي بس رابس تيشيرت النادي الأهلي دي الجينات اللي بنتكلم عليها دي روح الفنيلة النادي الأهلي بنتكلم عليها إنك ما تأمنش أبداً لأي نتيجة مع النادي الأهلي إلا لما تلاقي أوتوبيس الأهلي غادر استادل المباراة أو ملعب المباراة ده على مدار التاريخ شوفنا كاس السوبر الإفريقي اللي حاصل أمام الرجاء المغربي مباراة الأمس أمام الإسماعيل قدامكم هي ضربة الجزاء اللي الكل أجمع لأنها ضربة جزاء سليمة وطبعاً الحمد لله كويس إن محمد الصباحي شوف إنه أصلاً كمان مركزه ومكانه في الملعب ما يسمحلوش إنه يشوفها بس الحمد لله حسابها يعني قد ندرول حسابها بخبراته أو بالتاريخ اللي عنده هو كحاكم عنده خبرات قدر يحسبها راكل الجزاء لكن ما علينا اللي أنا أصده إن في مباراة الباسكت مباراة نفس الكلام الأهل مبارح بيلعب مع الزمالك في كرة السلة في صالة نادي الزمالك بغض النصب بقى عن التصرفات اللي حصلت اتعاقب عليها في الملعب يعني التصرفات اللي حصلت في المباراة من لعب نادي الزمالك هو اتعاقب عليها في الملعب من قرار الفن اللي اتخذ إن الأهل خاد الاستحواز وأكتر من الرمية ثم السلسية والقضية في الرمية الأخيرة فكرة القدم كرة السلة أي لعبة وإنت بتلعب مع الأهل لازم تحترم التي شيرت اللي انت بتواجهه لازم تحترم الفريع اللي انت بتواجهه لازم تحترم اسم الاهلي ومكانة الاهلي والعيبت الاهلي ليه؟ لان الناس دي بتلعب لغاية الثانية الاخيرة ما عندهاش في القمص خالص حاجة اسمها خسارة هي الرياضة فيها مكساب خسارة بس هي الناس من جواها وهي لفسة شيرت الاهلي عارفة ان الجمهور اللي بيشجحها وبيساندها ما بيقبلش غير المكسب ولو لا قدر الله خسرت بتخسر بس تخسر بشرف بتلعب بأداء مميز بتلعب أداء رائع وأداء الكل بيشيد بيه فبالتالي ما تأمنش أبدا للأهلي إلا ما تلاقل أوتوبيس غادر ملعب المباراة الجينات دي واللي بتكلم فيه ده مبارح كان عملي في مباراة كورة ومباراة سلة أعتقد ما فيش إثبات أكتر من كده عشان الناس تقولك أسنتم بتقوله أكل شاهات سبتة لا هي مش أكل شاهات أو كلام بيتقال بشكل عام ده كلام معروف عبر مدار التاريخ محليا وقريا ودوليا وأي يلعب بييجي الأهل لو كان بيلعب فيه أول ما بيرتدي تشارة الأهل اتدخل في المنظومة وخلاص بقى ابتدأ يلعب مع النادي الأهل وعارف المدرسة دي والمؤسسة دي مشي ازاي وبتلعب عشان هي تبقى تكسب وتبقى رقم واحد بس